وأنه يجب على الناس بعده أن يؤمنوا به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار الإيمان بالرسل على ثلاثة أنحاء أولها الإيمان بوجود رسل أرسلهم الله إلى البشر منهم من قصه الله ومنهم من لم يقصصه الله وبالتالي نؤمن أن الله لم يترك البشر إلا بإرسال الرسل إليهم وبجعل هؤلاء الرسل يوضحون الحق ويدعونا إليه والنوع الثاني من أنواع الإيمان بالرسل الإيمان بمن سمى الله جل وعلا منهم في كتابه فقد سمى الله سبحانه وتعالى 25 نبيا في كتابه ووجد في الكتاب أيضا الإشارة إلى بعضهم في بلده أو في ذكر شيء من حياته وقصصه حتى يكون ذلك من أسباب اعتناء أهل الإيمان وخصوصا الدعاة بسيرتهم ليقتدوا بهم في صبرهم وفي دعوتهم إلى الله وفي بذلهم لما لديهم في سبيل هداية الخلق والإرشاد إلى الحق ومن هنا نؤمن بهؤلاء الأنبياء الذين سماهم الله جل وعلا وقد وجد في عدد من الآيات ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام كما ذكر الله جل وعلا في آخر سورة النساء في قوله إنك أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآيات وكما في قوله جل وعلا في سورة الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب الآيات ففيها ذكر عدد من أنبياء الله عليهم السلام ومن الإيمان بالرسل أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن الله أرسله إلى الناس جميعا عربهم وعجمهم من كان في عصره ومن يأتي بعد عصره إلى قيام الساعة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وكما قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وجاء في النصوص إثبات الصفات هذا النبي الكريم كما في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وكما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وكما في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وكما في قوله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم في آيات كثيرة تصف هذا النبي الكريم بالصفات الحسنة وتبين أنه قدوة للناس قال تعالى محمد رسول الله وقال سبحانه وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكما قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد أوجب الله جل وعلا علينا الإيمان بهذا النبي بأن نؤمن بأنه رسول الله حقا أرسله إلى هداية الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور وليدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاح أحوالهم واستقامة أمورهم وأن الله جل وعلا قد أقام الحجة به على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة إلا من استثنى الله جل وعلا وأنه يجب على الناس بعده أن يؤمنوا به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار